تتواصل أعمال مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية وأولت المحافظة اهتماما كبيرا بتطوير مركز ومدينة القنطرة شرق لما لها من أهمية كبرى على الصعيد المحلي للإسماعيلية بوصول مبادرة حياة كريمة لمحافظة الإسماعيلية بدأت عجلة التنمية والتي أولت اهتماما كبير بتطوير مركز مدينة القنطرة شرق لما لها من أهمية كبرى على الصعيد المحلي لمحافظة الإسماعيلية والإقليمية للقناة فهي المركز الوحيد للمحافظة الذي يقع في شبه جزيرة سيناء بالإضافة أنها تجمع بين التنمية في سيناء وخدمة أهالي محافظة الإسماعيلية النهاردة طبعا جولة تفقدية للأعمال ونسبة تنفيذها في مختلف القطاعات في الأنطار الشرق وزي ما حضراتكم شفتوا يعني نسبة الأعمال تتجاوز في مجملها السبعين في المية يمكن في كل مشروع بتختلف النسب لكن في المجمل العام بيجمالي سبعين في المية نحن إن شاء الله مقرر الانتهاء من كافة المشروعات الخاصة بحياة كريمة في مركز الأنطار الشرق في شهر 12 القادم إن شاء الله نخد معركة البناء والتنمية في 16 قرية و37 تابع نحن النهاردة في قرية السلام بحضور سيادة المحافظ لواء الشريف بشارة دلوقتي نحن قدام مشروع خزام مياه الشرب في القرية ده بيخدم أهلنا هنا أكثر من 23 ألف نسمة وده بطاقة استعابية 500 متر مكعب لخدمة أهلنا في قرية السلام أعمال التطوير داخل مدينة القنطار شرق تشمل الطرق وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والبنية التحتية والمراكز الخدمية وتطوير مراكز الشباب بالإضافة إلى تطوير المدارس وذلك عن طريق تكاتف الأجهزة التنفيذية مع الجهات المعنية لإنجاز كافة الأعمال في أسرع وقت ممكن المشروع عبارة عن واحد الترافع مركز الشباب كوارث التقدم عبارة عن المبنى الرئيسي مركز الشباب وفيه خلفها فيه مكتبة لأهل البلد المركز الشباب عبارة عن كفاترة تحت ومكاتب وفيه فوق صلة الجيم وصلة ألعاب المكتبة فيها مكتبة كبيرة لأهل البلد فيها استبال كبير وفيها مطبخ وفيها حمامات مختلف المجالات احنا شغالين فيها لغاية دلوقتي في عندنا احنا دلوقتي جنبنا مجمع الخدمات الحكومية بضم سبع إدارات وعندنا تطوير في مركز شباب قرية التقدم وعندنا مجمع خدمات زراعية موجودة وبيطرية عندنا إنشاء محطة معالجة سلسية عندنا خطوط تغذية للتجمعات البدوية المحرومة من مياه الشرب مبادرة رئاسية مثلت تحدي للقيادة السياسية من أجل تطوير الريف المصري عن طريق تقديم خدمات البنية التحتية لتمكين أهالي الريف المصري من الحصول على كافة الخدمات والمرافق بما يحقق لهم حياة كريمة جرمين إبراهيم التلفزيون المصري